بداية جولتنا الإخبارية السفير المصري السفير أحمد الفضلي يحضر التمرين الأول للنادي الأهلي في ملعب الجامعة في بيريتوريا استعداداً للمبراهة المرتقبة ساعة 3 عصر السبت إن شاء الله في المبراهة المفصلية في هذه المجموعة بدور أبطال أفريقيا الفريق أدى مرانه النهاردة وميستر كولر عمل محاضرة مطولة مع الفريق وكان فيه تدريبات خاصة لحراس المرمى وشاهد المران مشاركة حسين الشاحات لأول مرة بعد تعفيه من إصابة السمانة ودي سيادة السفير مع الأستاذ طريق أنديل عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة والمسؤول للسفارة المصرية وترتيبات كبيرة حنجلها بشوان نستضر يعني الحقيقة جزء مثلا من المشهد هو صحيح محدش الآن على موقف الأندية المصرية خصوصا الأهل وزمالك في بطول الدور الأبطال يعني الموضوع هذا ما يخصش المسؤولين عن كرة القدم في مصر لا الربطة ولا الاتحاد ولا حد من المتخذ القرار بشأن الكرة يعني بقت كل حاجة وأهم حاجة أن ننهي يوم كذا والله ده مش ده النجاح النجاح أنك تحقق نجاح في كرة القدم أقول لي المتخبات مش قادر تحققه وأصبح العبق على الأندية النهاردة أنت عندك لحد دلوقتي بالصدفة الأسبوع ده في ووتشر بيرامدز الزمالك انتصره لكن عشان يعني الزمالك برضو بينعب على أرضه ما سافرش ما رحش ما تنقلش ما رحش يعاني من نقص الأكسجين اللي عايز تأقله وهم عارفين كده أنت عشان تتأقلم على الأكسجين محتاج يتسافر قبليه على طول وتلعب تاني يوم يا إما توعد أسبوع عشان تقدر تستوعب لكن محدش يعني مش فارقة معاه وزي قولت إيه ما اللي يخرج يخرج ببركة يا جامعة خلينا نخلص بقى مع أن أنت عشان تخلص بقى ادعم الأندية عشان تكسب بقى ونظم بقى وعمل المشابقة اللي تساعدك على ده بقى ده كلام مهم جدا فيه تفاصيل كتيرة أعتقد مهمة جدا فيه التنسيق والترتيب وكل تفاصيل الرحلة وهنوديكوا لبريتوريا وهتعيشوا كل التفاصيل مع بعثة الألي خلال هذه الحلقة